هاتف موتوزي يستعد لدخول التاريخ من أوسع الأبواب بصنعها هاتف مختلف عن باقي الهواتف الذكية في الأسواق هاتف هو الأنحف في العالم حتى الآن وبإمكانيات مذهلة وجديدة اليوم سنتحدث عن الهاتف الذي سيعد ثورة في عالم الهواتف الذكية دعونا نقدم لكم هاتف موتوزي الجديد الموتوزي هاتف أنيق وجذاب للغاية فهو مصنوع من الزجاج يحيط به إطار معدني مصقول بحرفية تامة إمساك الهاتف بيد واحدة سهل جدا وذلك بفضل سماكته فهي 5.2 ملي متر فقط ووزنه 136 جراما كما نرى في الأعلى يوجد منفذ شريحتي الهاتف ومنفذ الـ SD Card لإضافة مساحة تخزين أخرى على اليمين يوجد زر فتح وغلق الجهاز المميز وأزرار التحكم بالصوت في الأسفل يوجد منفذ المايكرو يو اس بي سي نعم يو اس بي سي والمفاجأة أن الموتوزي استغنى عن منفذ سماعات الأذن كما فعلت أبل في هواتفها الجديدة واكتفت بوضع كابل لتوصيل سماعات الأذن في العلبة مع الموتوزي مما يعني أن الاستغناء عن منفذ السماعات هو المستقبل بالفعل في الخلف نرى الكاميرا الكبيرة والتي سنتحدث عنها بالتفصيل لاحقاً أما في الأسفل فيوجد 16 من الدبابيس المطلية بالذهب والممغنطة لتركيب وحدات إضافية أو موتو مودز على الموتوزي حتى الآن تم إطلاق وحدة خاصة بالتصوير من صنع شركة هاسل بلايد المعروفة في عالم التصوير ووحدة أخرى للصوتيات من إنتاج جي بي أل ووحدة ثالثة وهي جهاز عرض أو بروجكتر للموتوزي الموتوزي به وحدات تركيب تسمى ستايل شيلز أو هياكل أنيقة وهي مثل أغطية بأشكال وتصاميم مختلفة مصنوعة من الخشب أو البلاستيك أو الجلد لإضافة شكل مميز للموتوزي الموتوزي لديه شاشة بقياس 5.5 بوصة بدقة كواد أتش دي وكثافة 535 بي بي آي الشاشة ممتازة وتمثيل الألوان خلاب ودرجة تشبعها رائعة الشاشة مناسبة جداً لعرض الفيديوهات والألعاب ما هو مميز أنه يمكنك وضع وحدة عرض الفيديو أو البروجكتر موديول لتحول الموتوزي لجهاز عرض يسمح لك بعرض شاشة هاتفك على مساحة 70 بوصة هذه الوحدة صغيرة ويمكنك وضعها في جيبك بسهولة فهي تمكنك من عرض الفيديو بدقة 480 بكسل وتكمن قوتها عند تشغيلها في غرفة مظلمة أما للاستمتاع بصوت نقي وواضح وعالي ما عليك إلا أن تضع وحدة سماعات جي بي آل القوية جداً الصوت قوي جداً ونقي وما هو مميز أن هذه الوحدة تأتي ببطارية مقدارها 1000 ميلي أمبير كي لا تستهلك من طاقة الهاتف الأصلية إليكم الصوت قبل وبعد تركيب وحدة سماعات جي بي آل الموتو زي لديه معالج كوالكم سناب دراجون 820 رباع النواة وذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت وذاكرة داخلية 32 أو 64 جيجا بايت المعالج قوي جداً وسريع على الرغم من نحافة الهاتف ووجود جميع الإمكانيات القوية فيه ممارسة الألعاب تبدو سهلة على الموتو زي فهو بالفعل جهاز مثير للإعجاب فتح التطبيقات خصوصاً الكاميرا سريع جداً بالحديث عن الكاميرا فالموتو زي لديه كاميرا خلفية بقوة 13 ميكابيكسل مع فتحة عدسة 1.8 تتيح لك استخدامها بكل سهولة في الإضاءة الخافتة تطبيق الكاميرا متكامل على الرغم من صعوبة التعرف عليه واستخدامه لكن ستعتاد عليه في وقت قصير الكاميرا تصور فيديو بدقة 4K وفي وجود خاصية تثبيت الصورة ستتمكن من الحصول على فيديو احترافي بكل سهولة جودة الصورة ممتازة في الإضاءة النهارية وتمثيل الألوان رائع وواقعي جداً لكن إذا أردت الارتقاء بجودة صورك وفيديوهاتك فلابد من استخدام وحدة الكاميرا الإضافية من هاسل بلايد هاسل بلايد هي شركة معروفة بصنع كاميرات احترافية تستخدم من قبل أكبر المصورين في العالم وبالفعل أبدعت هاسل بلايد في صنع هذه الوحدة التي بكل تأكيد تحمل في طياتها الكثير أولاً وحدة الكاميرا تمكنك من عمل زوم حقيقي أو True Zoom حتى 10X Optical Zoom يمكنك تصوير أدق التفاصيل بهذه الكاميرا الوحدة مصممة بزر للتصوير وزر آخر لعمل الزوم الكاميرا بها تثبيت بصري لفيديو أكثر ثباتاً والجودة ممتازة وإليكم بعض الصور والفيديو بكاميرا هاسل بلايد للموتو Z بطارية الموتو Z بقوة 2600 ميلي أمبير غير قابلة للنزع وهي طاقة أعتقد أنها ضعيفة مقارنة بباقي الهواتف الأخرى لكن مع خاصية الشحن السريع يمكن شحن 30% من البطارية في 15 دقيقة فقط الموتو Z يعمل بنظام تشغيل أندرويد مارشميلو وواجهة مستخدم أشبه ما تكون بواجهة أندرويد الأصلية الموتو Z لديه ماسح البصمات في الأسفل الذي يعمل بسرعة فائقة في التعرف على بصمة إصبعك في النهاية الموتو Z هاتف مثير ومختلف عن باقي الهواتف الأخرى فهو يعتبر نقلة نوعية لعالم الهواتف الذكية وبهذه الإمكانيات والمواصفات يمكننا القول أن الموتو Z هاتف يستحق الاقتناء بكل تأكيد إلى هنا نأتي لنهاية مراجعتنا لهاتف موتو Z الجديد أرجو إبداء آرائكم على صفحاتنا على فيسبوك ومتابعة تغريداتنا على تويتر تابعونا على إنستجرام ولا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب شكرا لكم على متابعتنا على أمل اللقاء بكم في مراجعة جديدة مقدمة لكم من أكسيوم اشتركوا في القناة